لم يسلم بشر ولا حجر من انتهاكات المستوطنين الصهاينة المتمترسين خلف قوات الاحتلال حتى الموتى لم يسلموا من تلك الانتهاكات في تحركات لها ما بعدها في ظل مباركة الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الاحتلال حكومة اليمين المتطرف بقيادة نيتنياهو التي اجتمعت في نفق مقام من أسفل المسجد الأقصى تنفذ خطة الضم الصامت وتزيد وطيرة نشاطات الاستيطان لالتهام المناطق جيم المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية والتي تمثل حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية في صمت أيضاً غير مبرر من السلطة الفلسطينية التي أدمنت الشجب بحسب مراقبين ما كان لافتاً في الفترة الأخيرة هو إسرع هذه الحكومة في تمرير المخططات الاستيطانية واعتمادها مستندة بذلك إلى قوتها البرلمانية وكان آخر ما كشف عن مصدقة سلطات الاحتلال على إقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس من شأنها أن تؤثر على جغرافيا وديمغرافيا الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة والضفة الغربية لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وعلى الرغم من استمرار تظاهر عشرات ألاف في تل أبيب وحيفا وغيرهما من المدن للأسبوع الحدي والعشرين ضد قانون إصلاح القضاء الذي طرحه نيتنياهو إلا أن هذه التظاهرات وهذه الجموعة تلتقي مع نيتنياهو فيما يخص توسيع الاستيطان وبناء محيط عازل مع الفلسطينيين ولا تمانع فيما لو اقتطعت تلك الحكومة أكثر من ملياري دولار أمريكي لهذا الغرض المخططات الاستيطانية تمثل امتداداً لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وتمثل كذلك استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان وهي بمثابة تخريب متعمد للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة وفي ظل استمرار هذه المخططات يقف المجتمع الدولي إما عاجزاً أو متواطئاً في جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يملك إلا الصراخ بالعجز الصامت أمام الآلة العسكرية للاحتلال التي تقتحم مخيماته كل يوم وتخطف أرواح زينة زهرة شبابه المقاوم والموقع على حرية بلاده بالدم ترجمة نانسي قنقر